السلام عليكم لبس عليكم اتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن احوال. مرحبا بكم في فيديو كما واعتكم في الفيديو السابق بما انت انا فصلنا لباس الصلاة او الجلبة فتصلة اليوم ان شاء الله سنقوم بطريقة الخياطة غدون ان شاء الله موقفت طريقة اصلت للقناة التصلي هل سمجتم بطريقة الفصلة جلبة السلاة اليوم ان شاء الله سنقوم بطريقة نشاء الله هذا الامام دورة الامام دورة الامام 12 سنتين ارجع للقناة سنجد تبطين الوجه الوجه نضع الوجه 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 نلسق العنق الامام نضع الخيط في نفس اللون التوب نجمع نقلبه للداخل نعود خيطه نعود خيطه وزن نقطع لداخل الخيطه سنقوم برسل انه بالقناة جيدة انه بالقناة مستعد عمرنا طواب بعدما تقتل velocir اوضعه لنا انظرم التبطين ثم ان نعطي ازافة الخلف الان نضع الوجه على الوجه سوف نجمع هذا الكتف 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 طريف الازنة لا تفصل الازنة سوف نجمع مع الطريف الازنة نضع الوجه على الوجه والقوم نضع الوجه على الوجه والقوم قبل ان نلصد الازنة سوف نسخذ هذه البلاسة سوف نحاول نلصق فيها بعد ان لصقت الكم نصل لذلك الازنة سوف نلسق هذا الطريف سوف نلسق الدونتل سوف نلسق الدونتل سوف نلسق الدونتل سوف نلسق الدونتل لدي نجمات نلسق الدونتل سوف نلسق الدونتل من الأفضل سوف نلسق الدونتل سوف نحضر الوزة من الضوزة سوف نقوم بإمكانها سوف نعود الدونتيل سوف نرى حول وجهه فيها سوف نسقطها في الدورة ونخيط فوق منه كما قلت لكم نحضر الخيط في نفس اللون الدونتيل لكي لا يمكن خياطة فوق منه ثم نزخه الخيط الفقر بعد أن ندخل سوف نقوم ببعض السيك دونتيل قرره السيك خيط المطاطي سوف نحن بخذ الدورة لا تزييره كثيرا لا تزييره كثيرا اخذ القياس الذي أريده هنا نأخذه على جهد المرات الكمام بجوج سنحاول نلسقه نعبره 7 سم نحاول نلسقه و نحاول نلسقه نحاول نلسقه نجبده و نلسقه لكي يجب عليها نحاول نلسقه و نحاول نلسقه و نصلح للكم كامل لتزييره كامل نحن نضيفه بشكل هذا سوف نضيفه بشكل هذا نجمع البياسة كمجنة بنفس الطريقة لجهة الخراحة نجمع البياسة كمجنة بنفس الطريقة نجمع البياسة كمجنة بنفس الطريقة نجمع البياسة كمجنة بنفس الطريقة سأضع الكشكشة او البلي في الجنب سأضع الكشكشة او البلي ناخد الطريقة التي قمنا بها 10 سنتيم بعد مدرة السورية بطبيعة الحال سنأضع خيط كمجنة بنفس الطريقة سنبدأ من القديم المثال لكي نضع كمجنة نقوم بل نضيف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او اشتركوا في القناة نحن نضيف الشال لنضيفه على قد الطول على قد هذا العرض لنضيفه على قده نحاول نضيفه على قد على قد هذا الشال هذا هو جذبه على قد الشال نحاول الطباء ستيجلي على مد لنضيفه فوق الوجه اشتركوا في القناة اضعوا في القناة اضعوا في القناة تنبعها نضيف هذا الدين ونقوم بتصديقه سوف نقوم بتصديقه اذا هم . نقوم بتصديقه عندك تصديقه عندما لا يبدو من وجهه ساقفوا كما أعطيكم الخيط بالنفس اللون ديال للدنتال نبدأ جميلة قطأ هنا سوف نحاول نجل الاغلي هذا الشال كامل سوف نجل جدا الطويات لين نجل جدا سوف نجل فترة الطويات نجل جدا الطويات الأولى والطويات الثانية تمكنكم أن تغيب نجل فيها انا اريد ان اضربه كامل سوف نطويه كامل و اضربه كامل سوف نطويه كامل انتم سوف ترى نظر الخيط و تهرس لها و ترى كيف و شلت لها ولكن ارى بقى اخذ دامة باعة لا مشكلة مههههه واقع مههه كما تشاهدون يأتي في هذا البلي يأتي وزوين هناك في الجنب الجهة الأخرى كذلك حتى هي بنفس الشيء نفعل لها هذا البلي سهل من بعد المثال يأتي لغلي كامل يأتي لها جوش ديال التنيات سوف ينبغي تلسقه تلسقه في جلابة نأخذ جلابة تلسقه نعبره سوف ينبغي تلسقه غير في الدورة الخلف ينبغي تلسقه في الدورة الخلف تلسقه 30 سم من هنا من الجهة الأخرى سوف نعبر 30 سم من هنا سوف نضغي تلسقه ثلاثون سم 30 سم تلسقه من الضغاء هذا الضغاء من ثلاثون من الضغاء إلى الدورة نعبر على سخف سوف نعمل سوف نعبرهم سوف نعبر سخف كما قلت لكم دائما الوجه ديال التوب يكون فوق الوجه ديال التوب هانتم من الوجه ديال التوب هنا يجب ان يكون فوق منه الوجه ديال التوب ديال الشال هكا سنعبره 30 سنتيم كما قلت لكم لا نحسبوه هذيك الزيادة لذيبنا نعبره 30 سنتيم هاي يجاز هنا و سنضعه هكا و سنلسقه ندوز ان شاء الله للآلة الخياطة هذا هو الشكل اللابة الصلاة التي شاركت معكم اليوم نتمنى ان يكون واضح لكم و تفهمهم جيدا انا سوف أخبركم كيف تأتي في اللباس هارة تأتي عريضة و تأتي واسعة و مريحة في الصلاة و بالنسبة للطول لا نقصد شيئا من التوب لكي يأتي الباب طويل و سنقوم بها بلد القيسرات أو الجوارب سنقوم بها بلد القاشرات او الجوارب نتمنى اعجبكم الفيديو ديال اليوم ندوز ان شاء الله نوريكم كيف يجي في اللباس وهذا هو اللباس ديال الصلاة اللي شاركت معكم اليوم نتمنى اعجبكم شوفوا معي الشال راه كي يجي كبير انا راه طويت وجوش ديال الطويات و شوفوا الشكل ديال الاكمام كيف يجي تهوت يجي واحد شكل يزوين بزيف مو ضيلة رائع نتمنى اعجبكم و شوفوا معي راعريضة راه تكمكت لكم قياس طوندر اي وحدا سجي معاها نتمنى اعجبكم الفيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا بتشجيعات ديالكم باللايك و بالاشتراك إذا كنتوا اول مرة كتشاهدوا القناة ما تنسوش لي كذلك البرتاج مع الاهل و مع الاصدقاء شكرا و نتمنى اعجبكم الموضيل اللي شاركت معكم اليوم كما قلت لكم شكرا انطلقوا فيديو جاي ان شاء الله و ما تنسوش لي اللايك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة